لعقى البيان الصادر صباح هذا اليوم من قبل القيادة العامة لقوات المسلحة العربية الليبية والقاضي بإعادة افتتاح النفط وإعادة عمليات التصدير تحيب كبير من كافة المواضني في كافة مناطق بلدي التوكرة قاضبة والذين وضعوا أمالهم على افتتاح النفط في أن يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين مستواهم المعيشي وأيضا حدوث ثنمية مكانية واستقرار الشبكة العامة للكهرباء وكذلك توفير كافة أنواع المحروقات في كافة المحطات الأرضية أو ما يعرف بالشيء المحليا وأيضا انخفاض سعر الدولار أمام الدنار الليبي والذي اليوم بالفعل انخفض بمقدار وصل إلى الدنار والربع وكذلك إعادة تفعيل كافة المنظومات المصرفية بالمصرف الواقع داخل نطاق بلدي التوكرة والتي هي معطلة منذ قرابة الشهر وتوفير السيولة النقدية وتوفير كافة الاحتياجات الخدمية للمواطن في البلدية أيضا في ذات السياق نددوا بالتصريحات الصادرة عن المدعو صنع الله والتي رفض فيها رفع القوى القاهرة على الحقول والمواني النفطية ووصف هذا القرار الصادر عن القيادة العامة بأنه قرار مسيس وأنه قرار غير منصف وغير عادل لأنه سيحجم صلاحياتهم وسيشدد عمليات المراقبة والمتابعة للصادرات النفطية وأيضا المصرفات والعادات المالية من هذه الحقول والمواني والتي كانت فيها سابق تصرف وتضخ الأموال الطائلة على المرتزقة أجانب من سوريا وغيرهم وأيضا تدفع المبالقة الطائلة للميليشيات المارقة التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس الغرب اشتركوا في القناة